السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اخر تفاصيل حالات كورونا بتزداد يا جماعة يوم عن يوم والخطر موجود وعليكم الالتزام بالتعليمات عشان نعجي من المرحلة دي لان حالات كتيرها بتدت تظهر والحالات بتزداد مش بتقل يعني احنا كل يوم بنقول يا رب حالة تقل بنلاقي الحالات بتزيد من الحالات اللي عرفنا خبر اصابتها في فيروس كورونا وتفاصيل بتقطع القلب اصابة الاعلامية ريهام السهلي بكورونا قام رئيس مجلس ادارة مؤسسة صناع الخير مصطفى زمزم بالاعلان عن اصابة الاعلامية ريهام السهلي وهي مقدمة برنامج الموجهة في قناة اكسترانيوز بالفيروس كورونا قام مصطفى زمزم رئيس مجلس ادارة مؤسسة صناع الخير بكتابة منشور من خلال حسابه الشخصي على موقع التوصل الاجتماعي بشأن الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقال من خلال المنشور ريهام السهلي وآية عبد الرحمن والاعلامية الهام النمر وهم مقدمين البرامج في قناة اكسترانيوز بيطلب الف سلام عليهم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا قامت الاعلامية آية عبد الرحمن بكتابة منشور من خلال حسابه على موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك وقالت الحمد لله تم التأكد من اصابتي في فيروس كورونا ده دلقكم الخبر ده عشان انا محتاجة دعوتكم الصادقة اللي من القلب وكمان واسقة ان ربنا سار زقني شفاء قريب جدا بفضل محبتكم ودعوتكم العظيمة وارجأ احكي لكم عن تجربتي مع فيروس كورونا باشا اما عن حالة الفنانة رجاء الجداوي والمسحة التانية ليها حوالي انهم يعرفوا اذا كان الفيروس لسه موجود ولا لأ فسبت ايجابية المسحة وان الفيروس موجود وهي بتعاني دلوقتي من ارتفاع درجة الحرارة درجة الحرارة عندها ما بتنزلش وبتطلب من الجمهور لها الدعاء رب نيشفي كل مريض ويا رب نتجاوز المحنة جيب خير وامان وتعجي على خير يا رب اولا فيروس كورونا يا جماع مرض خطير ربنا سبحانه وتعالى صلطوا علينا علشان تملي يعني مفروض نسكر ربنا يعني مفروض البنى قدم يلجأ الى الله سبحانه وتعالى ويحاول يرجع نفسه بحاجات كتيرة الناس دلوقتي بتتصاب بالفيروس ده وكله قلقان وكله خايف ينزل وكله خايف يتحرك اللهم اصرف عنا البلاء يا رب بفضل دعوات المسلمين الصادقين ودعوات الناس جميعا ربنا ان شاء الله قادر يصرف عنا البلاء والوباء ده كان خبرنا النهاردة ورب ناشفي كل مريض بشكركم على حسن والتابعة امتنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس اسبكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله